فكان طبيعي جداً نحن نوضح الجزئية دي وكان طبيعي جداً وإحنا وصقين في وعي جمهور النادي الأهلي لكن الأهم بالنسبة لي كمان من ضمن الحاجات اللي هو بيحاول يغير الحقائق فيها لما قالك كلمة قالك إيه قالك أمه كالسوم زمال كويه طبعاً الفنانة الكبيرة جداً 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 وأحد أبرز الشخصيات في تاريخ مصر بشكل كامل وعندها شعبية جارفة قالك هي زمال كوية مش أهلوي لكن احنا حبينا عرض له بس حاجات موصفة احنا بنتذكر والله بنحاول برضو نذاكر التاريخ وكلام منت لأن التاريخ دايماً جزء أساسي في أي مجال أنت عايز تتكلم فيه لازم بتحاول بشكل أو بخير أنت تتبقى منذكر التاريخ فأنا عرض له دلوقتي أمور تتعلق بأم كالسوم وإثبات قاطع على أنها أهلوية احنا هنا مش بنتخلق على مين أهلوي من زمال كوية الكلام من دا لأ احنا بس يا جماعة والله بنوضح لحضراتكم التاريخ واللي ما بيذكرش التاريخ لا احنا بنذكره له هو وبنفكره بيه لأن دي جزء مهمة جدا دي مجلة النادي الأهل واللي قال إيه أو اللي كان أحد عنوينها إيه أول عنوان فوق قصة أم كالسوم مع الأهل يرويها فكري أبوضة كيف بنت أم كالسوم حمام السباحة بالأهل ومدرجات الاتحاد أم كالسوم كانت من أوائل الناس اللي عملت عضوية لها في النادي الأهلي وكان واضح جدا مدى حبها وتشجيحها للنادي الأهلي وأبرز مثال على كده أو أبرز دليل أبرز دليل على كده تصرحات الفنان الكبير سمير صبري واللي قال في إحدى التصرحات التلفزيونية إن أم كالسوم هو كان سألها في حوار ما بينه وما بينها حوار أعتقد كان إزاعي ساعتها عن انتماءها إيه قالت له أنا أهلوية هو ده بناء على اللي قاله طبعا الأستاذ والفنان الكبير سمير صبري ومكالسوم من يعني كم حبها في الأهلي سهمت في بناء حمام سباحة حمام سباحة في الأهلي لأنها كانت في أوائل العضوات بالنادي فده أمر كان واضح طيب عارفين حركوا قنيت يا ليلة العيد اللي بنسمحها دايما في الأعياد عيد الأطحى عيد الفطر الأعياد المختلفة اللي بتخص طبعا الشعب المصري والعربي والإسلامي الأغنية دي كانت بتتغنى جوه مكر النادي الأهلي من أمو كالسوم كان بتتغنيها جوه النادي الأهلي طب أقول لك حاجة أكتر من كده وأسخم من كده كمان اللي كان بيبشر أمو كالسوم بأن الأهلي حيكسب مباراة كان بتبديله زي كده مكافأة مالية لما الأهلي يكسب فكل دي دلائل على مدى حب وعشق أمو كالسوم للنادي الأهلي فما تغيرش التاريخ ما تغيرش الوقائع لأن انت ضعيف في الجانب التاريخي اللي بيتعلق بالقورة اللي بيتعلق بتاريخ أو تاريخ كل نادي كان ماشي إزاي فما تخليك في اختصاصك خليك في الجانب اللي انت فيه لأن اللي ما بتتكلم على حاجة انت مش مذاكرها بيبقى شكلك وحش قوي فيها بصراحة يعني ما كامل الاحترام والتقدير فحبنا وكان لازم جدا جدا إن احنا نوضح الأمور دي بشكل موصق زي ما حضراتكم شفته دلوقتي على الشاشة فدي جزئية مهمة ده عنوان آخر تمام بيتكلم عن مدى انتماء أم كالسوم ده مقال بيتكلم عن مدى انتماء أم كالسوم للنادي الأهلي وده كان أيضا موجود في مجلة النادي الأهلي فأب أنا عايزي برضه أعيد وأقول لحضراتكم إن احنا مش موضوع مين الشخصية دي كان أهلوية مش هي دي نقطة بس الأهم بالنسبة لي أنت ما تغيرش وقاعة أو ما تغيرش حاجات مسلم بيها معروفة للناس كلها يعني لأن في ناس بتصدق للأسف شديد طيب هرجع لعبارة الأهلي فوق الجميع احنا وضحنا لحضراتكم والناس أصلا كلها عارفة يعني إيه الأهلي فوق الجميع لكن لو أنت عايزت أخدها في الإطار الرقمي وطبقا ليه تعبيرك الغير لائق عن هذا الشعار لو حتخدها في الجانب الرقمي فالأهلي بصراحة بأرقامه وبإنجازاته فهو فوق الجميع موضوع مش محتاج بأرقامه وإنجازاته رغم أن ده مش هدف الشعار خالص خالص لكن إنت لو عايزت أخدها في الاتجاه ده ماشي نمشي معك في الاتجاه ده مفيش أي مشكلة خالص تعال نبص في الأرقام كده في بطولة الدوري المصري الأهلي واخد كم بطولة 42 بطولة من أصل كم؟ من أصل 62 يعني كل الأندية مش بكام بقى على النادي بعينهم كل الأندية في مصر كل الأندية في مصر مجتمعين مع بعضهم كده مع بعض جابوا كم بطولة؟ 20 بطولة حلو؟ يعني اتنين و60 بطولة الدوري الأهلي خاد فيهم 42 وكل الأندية واخدين 20 لو نتكلم عن جانب الرقم طب بلاش الدوري كاس مصر الأهلي واخده كم مرة؟ نفتكر مع بعض 37 مرة أقرب منافسي النادي الأهلي في عدد حصد الألقاب بالتحديد في بطولة كاس مصر فارق الأهلي عنه بعشر عشر بطولات كاس طب بلاش كاس مصر تعال الدوري أبطال أفريقيا الأهلي واخد كم دوري أبطال أفريقيا؟ 10 حلو؟ حلو أقرب منافسي النادي الأهلي على البطولة دي عنده كم بطولة؟ أو كم لقب في دوري الأبطال؟ 5 يعني الأهلي الدعف تمام بلاش كدوري أبطال أفريقيا تعال نروح لكاس العامل الأندية الأهلي شارك في كاس العامل الأندية لأ لازم نفكر بعض ما فيه ناس بتحاول تلعب في التاريخ فيه ناس بتحاول تفاهمك حاجات تانية هي غلط حاجات من الصحيحة بتؤرخ مواقف حالية وتسبتها في عقول المتابعين الغير ملمين بالتاريخ اللي كان قبل كده فأنا دوري إن أنا أوضح لك بس مش أكتر إنجازات الأهلي بتتكلم عن نفسها شعار النادي الأهلي بتتكلم عن نفسه وفيما يتعلق برضو إحنا مصرين على الموضوع ده لأنه ده هدف الشعار ده هدف الشعار شعار النادي الأهلي أهلي فوق الجميع فوق جميع مين؟ أبنائه فوق مصلحة جميع مين؟ أبنائه ملاش أي علاقة بأي حد تاني لكن طبعا أنت أخذتها في السكة دي خلاص ماشي احنا نمشي معك في السكة دي ونقول لك الفرق ونقول لك ليه الأهلي فوق الجميع فدي جوزئية مهمة جدا حبيت بصراحة أن أنا علق عليها بما أنها ترند خلال الـ 48 ساعة اللي فاتوا مستمرة ترند رقم واحد في مصر فرجاء لكل واحد لكل واحد بيقرب من تاريخ النادي الأهلي إنك لما تقرب لتاريخ النادي الأهلي تبقى مذكر كويس وتقوله بالشكل الصحيح ما تحاولش أن أنت تقول أمور غير حقيقية لأن بعض المتابعين ممكن ما يكونش ملم بالتاريخ فإحنا لأ إحنا هنصد وحنوضح بخصوص الجوانب دي تحديدا ده فيما يتعلق بجوانب أو الجانب اللي يتعلق بشعار الأهلي فوق الجميع وترند اللي كان خلال الفترة اللي فاتت وتاريخ النادي الأهلي دايما هو جزء من تاريخ جمهورية مصر العربية طيب هروح لفاصل سريع بعد الفاصل استنوني عشان عندي أخبار مهمة جدا جدا وتفاصيل مهمة للغاية تتعلق بصفقات النادي الأهلي وتحرقات النادي الأهلي في سوق الانتقالات اللي لسه شغال معنا لغاية فترة فتوضحات مهمة كل الأخبار والكواليس تتعلق بصفقات النادي الأهلي والتفكير ماشي ازاي؟ هقوله لحضراتكم بس بعد الفاصل استنوني هو بي أمد شوف ولادك من قلود شوف قدائها حياة النصر ديك للعروب شوف مزدي فينا مجاب الفروب اشتركوا في القناة